انت قلتها بشكل عام شوية بس انا عايز يعني اخدها بقى كلعب كورة انت ايه رائك في الانتقادات الكثيرة والكبيرة على محمد شرير بص هو ده 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 لازم تبعارفها كريم ان اي العيب يلعب في الاهل او الزمالك هو دوت هي دي سنة الضريبة بتاعتك ان انت بتلعب في النادي الاهل هتقدر تتحمل الامور ديت وتشتغل على نفسك طب انا عايز اسأل اقول له حالك محمد شرير فما قبل ما يجيب الجنين في الزمالك كان نفس الناس كلها كان بتتكلم عنه بس هو عمل ايه هو اللي نقل نفسه وجاب الجوان اللي كان بيضيحها والفرص السهلة اللي بيضيحها بدأ يجيبها جوان فالناس اترفع على الاعناق بالعكس في ناس كمان قالوا انه العالي مش محتاج مواجهة بالضبط كده بالضبط فانت اللي هتغير انت شخصيتك اللي هتغير الموضوع انت كلعيب اللي هتقول للناس لا انا فرود رقم واحد في النادي الاهلي وانا الفرود اللي لازم لا اتمشوني من النادي الاهلي طيب برضو بعد البطولة دي بعض الناس لامت على محمد الشناوي وبعض الناس بدأت الاسوات اللي بتتردد في كل خطأ مع محمد الشناوي لازم بقى في حارس تاني في النادي الاهلي بقوة محمد الشناوي عشان يبقى دافع لمحمد الشناوي ومحمد الشناوي مش مركز شفت الامر ده ازاي يعني هو بأمانة في كام غلطة كده اغدتها في الكرة اللي تلعب البوكس ديات وفي حاجات حتى في الدوري السندي في كذا كرة في تبقى في الكرة في الكرة مثلا تشطف الدايئة ودي بتاعته مثلا ففي اخطاء بس انا شايف ان محمد الشناوي حارس مرمى كويس على فكرة علي ومصطفى شبير لما خدوا الفرصة لما خدوا كانوا كويسين جدا فانت مش محتاج لاني اساسا محترام يعني انا انا اسف يعني للحراس اللي موجودة مفيش انت مفيش حراس في مصر يعني مفيش حراس في مصر هو الشناوي عواد ابو جبل مسعود بتاع المأولين عامل موسيقر ابو الصعود ابو الصعود اه احمد الشناوي مثلا اه الشناوي ادي خمسة اه الموت جد اللي هو بتاع المهدي المهدي سنماية انا بالنسبة للستة دولت الهاني كان معاهم فترة وبعد كده دلوقتي مستوى اقل شوية دولت انا بالنسبة للف العائلة والباقي كله شبه بعض محترامي ليهم يعني انا طبعا كل الناس بتجتهد وانا حتى ممكن اي حد بس ممكن حتى الناس تنتقدني في الموضوع دوت لا بس انا شايف ان الستة جوال دولت هو دولت ليف العالي يعني يلعبوا اهلي وزمالك بعد كده الامور كله شبه بعض كله شبه بعض في حراس المرض فانت مش شايف ان العالي مش محتاج حراس المرض لا صراحة يعني مفيش طب قلني طبعا لحرس مرض ممكن نابل العالي جيبه لا على فكرة انا مع رأيك انا شايف انه التلاتة اللي في الآلي كويسين محمد شناوي وحتى اللي تحتهم كمان يا محمد شناوي وعلي لطفي ومصطفى شبه التلاتة كويسين بالضبط مش بس كده انا كمان مع الرأي اللي فكرة انه مش لازم كل الحراس اللي يبقوا عندك كلاس ايه انت محتاج ايه وبي و سي يعني عشان لو كله ايه كله عايز يلعب لان انت حتى موجودة في نادي الزمالك ده هاتي الاثنين ايه صح فالذين عايزين يلعبوا فعايزين يلعبوا النهاردة اللعبت الزمالك في وقت من الوقت كان عنده اربع ايه بالضبط ابو جبل و جنش و صبح و عوض وخلي بالك في الحراسة المرمى دي يعني صورة في الكلمة بيبقى فينا في سنة جامدة لان الحالس بيوقف بيبقى ده رقم واحد خلاص طول السنة هتفضل رقم واحد فدي مشكلة غير اللعيب فهنا هتامل بيبقى طيب